من النجف الصدر يحمل طالبان مسؤولية التفجيرات التي تطال الأفغان الشيعة السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الأخبار العاجلة والحصرية حيث حمل زعيم التيار الصدري مقتل الصدر اليوم الجمعة طالبان مسؤولية التفجيرات التي تطال الأفغان الشيعة وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر باسمه تعالى أي حكومة تلك التي لا تستطيع حماية شعبها أم أي حكومة تلك التي تقف متفرجة على التفجيرات الإسبوعية التي تطال الطائفة الشيعة نعم تلك حكومة طالبان المتشددة والتي ترهب المسلمين ومساجدهما بدل أن ترهب الثالوث المشؤومة ومن النجف الأشرف أحمل حكومة طالبان المسؤولية الكاملة إذا التفجيرات التي تطال حاليا الأخوة الأفغان الشيعة والتي لا يستبعد أن تطال مستقبلا حتى الأخوة الأفغان السنة المعتدلين ممن لا يعتنق عقيدة طالبان وعموما فإن هذه الحكومة إما أن تكون متعمدة وساكتة وراضية بما يحدث فهي قريبة من الإرهاب وبعيدة عن الاعتدال وإما أن تكون قاصرة في حماية شعبها إذن فهي حكومة هزيلة وعلى المجتمع الدولي التدخل لإنهاء معاناة شعب أراد الحياة فحكمته ثلة الموت أخص بالذكر والمطالبة المملكة العربية السعودية التي تحاول مؤخرا لابتعاد عن التشدد أن تتدخل في ما يحدث في أفغانستان فهذا واجبها الشرعي أمام الله تعالى وشكرنا ويا أيها الشيعة في أفغانستان كونوا يدا واحدا من أجل إنهاء معاناتكم وتوكلوا على الله في إعلاء صوتكم ومطالبكم والله ناصركم ومحمد وعلي وفاطمة شفعائكم واليوم فإن قلوبنا معكم والله ولي المستضعفين أخوكم مقتل الصدر